بشكركم جدا على تفاعلكم عاية وعلى تواجدكم في حياتي وعلى كل الوقت السعيد اللي انا بقضاء وانا بقرأ تعليقاتكم الجميلة من اكتر الابراج الحساسة واللي مشاهداتها يعني كويسة لحد ما واللي تعليقاتها بتبقى كويسة كمان عندي هي برج الجوزاء بحبكم كلكم انتوا وبقى الابراج وبتمنى لكم كل السعادة وكل الهنى وكل التوفيق في حياتكم الايام اللي جاية خلونا نبدأ يلا يا برج الجوزاء برج الجوزاء ايه اللي في الايام اللي جاية ايه اللي مستنيك اللي مستنيك في الايام الجاية ان شاء الله فيه تقدم كبير في مجال العمل فيه رحيل المتاعب والاوجاع والالام فيه بشرة خير جاية لك هتسمحها فيه فتحة خير هتتفتح لك باب هيتفتح لك انت ما كنتش عامل حسابك ليه ولا انت مركز ولا انت مرتب له اصلا هيتفتح لك فكرة معينة ما كانتش حتى تخطر لك على بال انت ما كنتش بتفكر في الموضوع ده اصلا هيتطرح عليك وهيكون لك فيه رزق حالو يعني زي مشروع زي فكرة عمل حاجة حلو قوي هتتعرض عليك وهتكون لك فيها صدل وهيكون لك فيها رزق حالو كمان فيه خبر كويس هتسمعه في العيلة عندك ممكن حمل ليك او لأحد اشقائك حدوث حمل عندكم في البيت عندك في اسرتك او عندك في نفسك او عندك في حد من اخواتك او حد من قريبك هتسمع عنه انه خبر حمل هو كان منتظر الحمل ده من زمان او انتم منتظرين الحمل ده من زمان ان شاء الله فيه خير وفيه تحقيق للامنيات الغالية اللي انتو بتتمنوها دايما فيه تحقيق للمطالب يعني انت لو انت بتتمنى مثلا يا رب الديني 100 جنيه ان شاء الله ربنا هيديك المية جنيه دون لو انت طلبت من ربنا مكانة او يعني فيه فرصة انت الوقتي في المرحلة دي فيه روحانيات عالية جدا وفي قرب ربنا فأي حاجة ان شاء الله انت هتطلبها وتلح فيها وربنا بيحب العبد اللحوح ان شاء الله هتكون مستجابة في الفترة دي ان شاء الله فيه تحقيق للاهداف يعني انت لو عندك هدف مثلا اوصل للمرتبة الفلانية اوصل للانسان الفلاني اعمل الحاجة كذا روح المشوار كذا اعمل اي حاجة ان شاء الله هيكون فيه تحقيق للطلبات بتاعتك يعني تحس ان انت كده يا برج الجوزاء زي ما تكون لابس خاتم سليمان كل لما تعوس حاجة ان شاء الله هتلاقيها بتتحقق اكسروا من الصديقات علشان خاطر ربنا بيجزيكم الخير بقطر التصدق اللهم صالح على سيدنا محمد باركلينا فيه ان شاء الله كمان عايزين نقول كان فيه فترة صمت طويلة وفترة انتظار للمال تم فيه فترة رقود الموضوع ده خلاص انتهى ان شاء الله فيه نشاط مالي وحرقة مالية عندك هتكون موجودة خلي بالك من مشاعرك قوي يا برج الجوزاء حاول ان انت ما تجرحش حد وكمان ما تجرحش يعني في الفترة دي هت ممكن يثورك بعض الشكوك تجاه الحبيب او تجاه الشريك او تجاه الزوج او الزوجة في بعض الشكوك اللي ممكن تلف في دماغك من ناحية العاطفة وهتحس بوسواس ان انت فيه شك وفيه قلق وفيه ديئة وفيه ريبة انا حب اقولك ان الشك دوه من وسواسط الشيطان ملهاش اي اساس من الصحة حبيبك سواء اذا كان حبيبك او الشريك بتاعك في الحياة او الشريك بتاعك في الحب فهم من قدميا صفين جدا طيبين جدا وان شاء الله هم مش بيخنوك ومش فيه حد ابدا بيحاول ان هو يغضر بيك فابعد الفكرة دي عن بالك في الفترة ديت وان شاء الله في الايام اللي جاية تلاقي السعادة والهنة اكتر واكتر هيكون لك سيطرة تما على مشاعرك وعواطفك فحاول ان انت ما تضغطهمش قوي يعني بما ان انا هبقى متحكم في افكاري وبما ان انا هبقى متحكم في مشاعري احاول ان انا داري بقى وحاول ان انا اقفل على نفسي وحاول ان انا اضغط نفسي جامد لا انا بقولك اعيش زي ما انت بتحب عيش حياتك بالطول وبالعرض ما تضيقش نفسك ما تحبس على نفسك ما تقفلش مش معنى التحكم ان انت تقفل على نفسك لا التحكم معناه ان انت عندك القدرة في انك تدي عواطف زيادة تمام؟ تدي عقلك العنان ان يفكر في افكار ممكن ما تكونش بتفكر فيها في وقت ما بس ربنا اداك القدرة دلوقت على انك تفكر على انك تبتكر حاجات على انك تحب اكتر وتدي لمشاعرك المجال اكتر مع السيطرة على انك يعني ما يتحدش يتلعب بيك او محدش يخدعك فاذا دي ميزة ولازم تستغل لها ان شاء الله لو انت عندك محاكمة او شيء من هذا القبيل فهيبقى في عدالة وفي تحقيق للعدالة وفي ركوع لحقك ان شاء الله ان شاء الله في منع للاخبطة وفي الحيرة خلاص هتنساها كمان في مودة ورحمة وتصالح مع الاهل لو كان في مشكلة بينك وبينهم بالنسبة للناس اللي بتقول لي انت قراءتك ملخبطة احنا طلخبطنا الوقت انا عامل قراءة عامة انا ما خصصتش جزء معين انا الوقت فتحت الورق الورق من شامل كل حاجة انا ما قلتش قراءة عاطفية دلوقت بس وما قلتش قراءة مالية دلوقت بس وما قلتش قراءة صحية دلوقت بس انا بداية في كل قراءة او في كل فيديو انا بعمل قراءة عامة اللي هي مجموع او الشامل للبرج ده وبعد كده بنبدأ ناخد القراءة العاطفية بتاعتنا على جنب والقراءة المالية على جنب والصحة وللمنفصلين والمرتبطين والعزاب ومتأخرين الزواج بقسم الفيديو لكذا حاجة ولكذا فرع تمام بداية ده بيبقى شامل كل حاجة فانا بقول كل اللي باين قدامي بعد كده ببدأ اخصص اجزاء وبشرح فيها عشان الناس اللي بتقولي انت بتلخبطينا وقراءتكم بتلخبطة انا قراءتي طبيعية جدا وعلى سجيتها يعني هي بالطبيعة وبالفطرة وزي ما بتطلع مش ببقى مجهزالها ولا محورالها ولا محددة اهداف للقراءة ولا محددة اشكال معينة تطلعلي علشان خطر اقول عليها قراءتي زي ما بيطلع زي هو رزقكم هو رزقي هو هو ده اللي بيطلع هو ده اللي انا بقوله باتمنى ان انتو تكونوا متفهمين النقطة دي جامد ان شاء الله دلوقتي هنقرأ القراءة بتاعتنا بتاعت المنفصلين القراءة العطفية للمنفصلين القراءة العطفية للمنفصلين بتقول المنفصل تم بسبب كلام الناس وبسبب تدخل بعض الاطراف كانوا عايزين ان هم يفرقوكوا عن بعض اتعرضوا الانواع من المكايد انتو حبيبك او انتو زوجك او انتو زوجتك وليكن كان في ناس متدخلين في الموضوع وعايزين إن هو ما يتمش او ان انتو مطفضلوش في العلاقة دي او انهم ينهو العلاقة دي اصلا في بعضهم كان عندو اه منافع يعنى عايز يستفيد منكم ملياں كان في بعضهم عايز منافع منكم شخصيا هو يستحصل عليكم نفسه كان في ناس عندها حقدة كان فيه ناس عندها غيل كان فيه ناس عندها اهداف اخرى من وراه ان هيتفرقوا عن بعض سبحان الله إن شاء الله يعني إن شاء الله ليكم رجوع ليكم مصالحة ليكم رجوع لبعض ليكم أهداف حلوة كتير هتحققوها مع بعض ليكم كيد للأعوازل والأعادي دول هم هيشوفوا نصرتكم وهيشوفوا رجوعكم لبعض وهيتضيقوا ويزعلوا جدا جدا أخباركوا هيسة كمان هتوصلكم من الحبيب بالذات اللي عمل بلك وقفل الاتصالات وذهب مع الريح فهو إن شاء الله هيرجع تاني وهيوريكم نفسه تاني بالنسبة بناء على الورقة الثالثة ديت واللي بتقول إن في علاقة ثلاثية تم الانفصال عنها بسبب وجود الشريك مع طرف تاني فحب أقول لكم إن هيكون في شفاء من العلاقة ديت وإن لو كان في رجوع وأعتقد إن هو إن شاء الله هيكون في رجوع فهيكون في اختفاء للطرف الثالث أو هيكون في علاقة جديدة ليكم من أول وجديد من غير خلص الطرف الثاني ده يعني هتستحصلوا على علاقة جديدة بيور من أول وجديد أو هتحصلوا على الطرف اللي أنت عايزينه بدون الطرف الثالث فده بالنسبة للمنفصلين كمام خلينا نشوف بالنسبة للمرتبطين وخلينا نشوف ورقهم بيقول إيه الورق بالنسبة للمرتبطين أو بعلاقة حب أو بزواج فهنقول إن فيه شوية مناوشات وفيه طرف نسائي داخل في الموضوع بيحاول إن هو يبوز العلاقة بينكم وبين بعض خليكم مسكين إيدين بعض ومتسيبوش إيدين بعض أبداً ما تحاولوش إن إنتوا تدخلوا حد بينكم عايزين نقول إن إنتوا توقم الروح لبعض سواء إذا كان حبيبك أو شريكك من برج مائي أو من برج ناري برضو ممكن يكون من برج طرابي فهو ده الشريك وتوقم الروح بالنسبة لك إنت حاسس كده بالزبط وما بتقدرش إن إنت تستغنى عنه وهو زي الهوى بالنسبة لك فمش هتقدر إن إنت تسيبه هيكون ليك هدية حلوة جداً من حبيبك أو شريكك أو زوجك أو زوجتك أقول يكن زوجتك فهي الفكرة إن فيه هدية حلوة هتدخل عليكم هتدخل على نفسك الصرور فيه مصلحة مع الحبيب أو الزوج بعد منوشة بسيطة كده هتحصل هيكون بعدها هدية وهيكون بعدها ود فإذاً هي خير وبركة ده بالنسبة للمتزوجين والمرضبطين خلينا نشوف بالنسبة له حبيبي من المتأخرين الزواج بالنسبة لمتأخرين الزواج والعزاب فخلينا نقول لهم إن فيه بشرة خير فيه أرسان وعرايس وهيكونوا متيسرين مادياً كمان فإذاً ديت حاجة مطلوبة جداً إن شاء الله ربنا هيساعدكم وهيهنيكم وهيشفي الوجع اللي في قلبكم نتيجة طول فترة الانتظار أو نتيجة التخوف من أي ارتباط جديد هيكون لكم حاجات كتيرة حلوة هتشوفوها مع الأشخاص اللي انتوا هتحبوهم فترة الانتظار معدتش هتطول قدامكم فترة بسيطة جداً واللي هيجي هيجي مستعجل جداً على الارتباط وعلى إنهاء كل الإجراءات وعلى عميل كل حاجة حلوة وعلى الفرح فإذا إن شاء الله هيكون لكم الفرح زي ما احنا بنتمنى يارب ربنا يبعط لكم الفرح والسعادة بلا اكتفاء ومن غير حول منكم ولا قوة ومن حيثوا لا تعلموا ولا تحتسبوا عايزين نشوف الماديات بتاعة برج الجوزاء هتكون إزاي؟ مادياتك يا برج الجوزاء فيه كذا مشروع هيتعرضوا عليك وانت اختار منهم اللي انت عايزه لإن إن شاء الله كلهم مشاريع نجحة وهتبقى مسمرة فيه نجاح على المجال العملي والدراسي وهيكون فيه ماديات حلوة برضو هتدخل عندك فيه تقدم في العمل ترقية علاوة حاجة انت مستنيها بقالك فترة هتحصل وهتكون من حدك ومن نصيبة إذن انت كده مادياتك متر استقى يا برج الجوزاء اللهم لا حسد اللهم لا حسد تمام؟ إذن إحنا كده قلنا قرأتك كلها يا برج الجوزاء خلينا نشوف قرأتك الرومانسية أو كروز الرومانسية هتقولك إيه؟ آخر حاجة عاملنا في فيديو بتاعنا النهاردة يارب تكون عليكم بالسعد والهنى كلكم كلكم من كافة الاتجاهات هل لنا نقول بداية المتزوجين بالنسبة للمتزوجين أو اللي هم في علاقة حلوة مرتبطين مع بعض يعني علاقة للمرتبطين بتقول إن هو دي التوأم الروح وإن العلاقة دي مكتملة تماما وإن ليه كل هنى والسعد إن شاء الله وفو بعد للمشاكل والخلافات وأي حاجة ممكن تدايقكم خلاص نشوف بقى بالنسبة للمنفصلين بالنسبة للمنفصلين فيه رجوع وفيه إتمام للزيجات وفيه أفراح هتبقى عندكم بالكوم زي ما بنقول إن شاء الله بالنسبة للمتأخرين الزواج والعزاب فإن شاء الله فيه حب وفيه ود بينكم وبين قلب بيحبكم هيحصل إن شاء الله وهيكون عليكم بالسعادة والهنى بتمنى أني ما تكونش كراقة تقيلة على قلبكم بتمنى أني أنا شخصيا ما تكونش تقيلة على قلبكم ترجمة نانسي قنقر